كارين إليوت هاوس في وول ستريت جورنل زيارة بايدن إلى السعودية لم تكن محرجة فقط بل أسوأ من ذلك تعتبر الكاتبة أن زيارة بايدن إلى السعودية كانت أسوأ من فرصة ضائعة بعد أن أعلنت السعودية أن قرار رفع إنتاج النفط بيد أعضاء أوبيك بلاس بمن فيهم روسيا ما يعني استمرار العلاقات الودية بين الرياض وموسكو بغض النظر عن موقف واشنطن من ذلك وتضيف أنه لا يمكن لبايدن أن يتوقع أننا سنخدع بأنه حقق إنجازاً بشأن موافقة إسرائيل على نقل السيادة لجزيرتين تيران وصنافير التين حصل بشأنهما اتفاق بين القاهرة والرياض منذ مدة إشعان ثرور في واشنطن فوست هل كان زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط تستحق العناء؟ يرى الكاتب أن واشنطن أعطت الأولوية للاعتبارات الجيوسياسية على حساب حقوق الإنسان رغم ذلك لم يعد بايدن بنتائج ملموسة من الشرق الأوسط إذ لم تقدم السعودية ضمانات برفع إنتاج النفط كما أن الفلسطينيين يرون أن تركيز بايدن على المساعدات الاقتصادية فقط يقوض حل دولتين وينقل الكاتب عن خبراء آراء متباينة بينما يرى أن زيارة بايدن سعت إلى تحقيق أهداف على المدى الطويل عبر دعم التحالف العربي الإسرائيلي ضد إيران وما يعتقد أن إسرائيل والسعودية حصلت على ما تريدانه عبر استمرار نظام الأبارتايد ضد الفلسطينيين وإنهاء وضع الدولة المنبوذة للسعودية في حين أنه من غير الواضح ماذا ربحت فواشنطن في المقابل آرون ديفيد ميلر ودانيال كورزر في فورين فاليسي تحول بايدن الموقع تجاه الشرق الأوسط لا يدو يرى الكاتبان أن تعظم نفوذ روسيا والصين في الشرق الأوسط هو نتيجة طبيعية لتراجع هذه المنطقة ضمن أولويات إدارة بايدن لذلك من غير المؤكد أن دولاً كالسعودية والإمارات وحتى إسرائيل ستصطف إلى جانب واشنطن بسبب العلاقات الاقتصادية والعسكرية التي تربط هذه الدول بموسكو وبكين من جانب آخر ورغم ترحيب دول الخليج وإسرائيل بالخطاب شديد اللهجة تجاه إيران إلا أن هذه الدول لا تريد أن تكون رأس الحربة في مواجهة طهران أما مسار السلام الفلسطيني الإسرائيلي فلا يبدو أنه يهم إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية في حين تبدو السلطة الفلسطينية عاجزة عن التعامل مع تحالف إسرائيل وعد الدول العربية ويخلص الكاتبان إلى أن زيارة بايدن للشرق الأوسط تبدو كأنها تحول مؤقت حركة دوافع اقتصادية داخلية وتعاظم الدور الروسي والصيني في المنطقة وضبابية المفاوضات مع إيران هل كانت رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط حقا ناجحة؟ يعتبر الكاتب أن هناك جوانب في رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط تستحق الإشادة من بينها تجديد التأكيد على العلاقة القوية بين أمريكا وإسرائيل ومحاولة التقريب أكثر بين السعودية وإسرائيل ودعم التحالف الدفاعي الأقليمي وجهة طموحات إيران في الهيمنة على المنطقة ويضيف أن بايدن يؤمن بأن إسرائيل قوية هي ضرورة للأمن القومي الأمريكي رغم الثلاث بشأن كيفية منع إيران من الحصول على سلاح نووي أو التعامل مع سلطة فلسطينية فاسدة ويخرص مانديل إلى أنه يجب انتظار الاجتماع المقبل لمنظمة أوبيك بلس في أول أغسطس آب المقبل للحكم على مدى نجاح زيارة بايدن